اللعنة قصة قصيرة لنبيل فاروق ابتسامة كبيرة ارتسمت على شفتي الممثل الشهير حامد عزيز عندما سأله صديقه عالم الآثار هل تؤمن بالعنة الفراعينة؟ ولما لم يجب حامد مال صديقه نادر نحوه مستطردا ناس كتير مؤمنة بيها هز حامد كتفيه مجيبا وبرضه الأشباح والأرواح والعفريد وبرجل كبيرة وحشلو خنيس ورجل التلج ناس كتير ميصدق أنهم موجودين مع أن ما فيش دليل واحد على وجوده اعتدل نادر وقال على كده بقى أنت ما بتخافش من المقابر الفرعونية؟ أجابه حامد في حزم خالص عاد يميل نحوه قائلا في تحدي طب ما تثبت الكلام ده عاد حامد يبتسم وهو يشير بيده قائلا إزاي يعني؟ أمضي لك أني ما بخافش؟ أعتدل نادر مجيبا بنفس التحدي هتوديني مقابرة فرعونية لسه مكتشفينها لم يكن حامد لديه وقت لهذا ولكنه خشي أن يتهمه صديقه بالكذب فقال في حزم ما عنديش مانع؟ امت؟ انتقلت الابتسامة إلى وجه نادر وهو يقول بكرة الصبح أزعج هذا حامد كثيرا ولكنه كان مستعدا في الصباح التالي ارتد سروالا من الجنس وقميصا قصير الأكمام وكابا يحمل شعار ناديه المفضل وانتظر سيارة نادر أمام منزله وفي الموعد بالضبط وصل نادر وطوال ساعة قطعت بهما سيارة ربعية الدفع الطريق من منزل حامد إلى ما بعد أهرامات الجيزة حيث تلك المقبرة حديثة الكشف وأمام المقبرة سأله نادر للمرة الأخيرة مش خايف تدخل قال حامد في ثقة خالص ابتسم نادر ابتسامة رأاها حامد أشبه بالتحدي فتتبعه في حزم إلى داخل المقبرة وصار خلفه في ممراته الضيق حتى بلغا حجرة الدفن التي تمددت فيها ممياء فرعونية داخل تابوت من النحاس أشار إليه نادر قائلا مش معتاد يعني أن الفرعنة يستخدموا توبيت نحاس أز حامد كتفيه قائلا معرفش حاجات كتير أو عنهم عادت ابتسامة نادر إلى شفتيه وهو يقول ويمكن تعرف عنهم أكتر من عرضه حاول نادر أن يبادله الابتسام إلى أنه لم يشعر برغبة جادة في هذا فرسم ابتسامة باهتة على شفتيه وهو يتلفت حوله على ضوء مصباح نادر اليدوي قائلا قائلا ده بس اللي موجود مفيش دهب ولا مجوهرات اتسعت ابتسامة نادر وهو يحرك ضوء مصباحه اليدوي على نحو المزعج أكيد مش هتلاقي في كل مقبرة دهب ومجوهرات أشار حامد بيده قائلا مع أني قريت قبل كده أنه لازم يبقى موجود أواني لحفظ أحشاء الممي واصل نادر حركة مصباحه المستفزة وهو يجيب ده صحيح اسمها أواني كانوبية تلفت حامد حوله متسائلا بس مش لقيهم هنا يعني لم يجب نادر هذه المرة فاستدار إليه حامد يسأله تفتكر محطوطة فين أما نادر بإجابته و انقطع ضوء مصباحه اليدوي ساد ظلام دامس مفاجئ ومع ظلام ارتفعت شاقة نادر شاقة تجمع ما بين الدهشة والاستنكار والرعب كل الرعب ولما لم يكن يرى شيئا راح حامد يلوح بيده قائلا في توتر آه نادر انت فين إلا حصل لم يتلقى جوابا من نادر بل ولم يسمع أي صوت وبدى له الظلام دامسا للغاية وبكل توتره هتف حامد مكررا انت فين يا نادر نادر ومرة أخرى لم يتلقى جوابا وتضاعف توتره تضاعف ألف مرة هتف حامد ينادي نادر بصوت أعلى وأعلى وأعلى ثم تولاه فزع حقيقي جعله يصرخ أنا إيه اللي خلاله وفقك على الهبل ده؟ أنا مش عارف حتى تغرق منين؟ راح يتحسس الجدران محاولا البحث عن الفتحة التي وصلوا عبرها إلى حجرة التابوت وبكل فزعه دار على جدران الحجرة الأربعة تحسس كل الجدران في رحلة دائرية كاملة وتضاعف فزعه ألف مرة عندما لم يجد تلك الفتحة الوضع دي مربعة والفتحة كانت في نص الحتة بالزبط راحت فين؟ فين؟ مستحيل تكون اختفت مستحيل ولكنه دار حول الجدران مرتين دون أن يعثر لها على أثر وبكل قوته وتوتره وفزعه صرخ يا جماعة حد سمعني؟ عايز أخرج من هنا خرجوني من هنا كرر صراخه هذا مرة وثانية وثالثة ولم يستجب له أحد عندئذ انفلتت مشاعره ووجدت دموع تنساب من عينيه دون أن يملك لها تراجعا ورح يبكي في صوت مسموع وجلس القرفصاء وهو يخفي وجهه بين يديه ويسكب دموعه على راحته وفجأة سمع تلك الحركة القريبة منه كان صوت أقدام تزحف كائن ما يقترب منه كان يسير على قدمين في تلك اللحظة شعر أنها خدعة سخيفة من نادر فصرخ نادر دع انت اقتربت منه الأقدام أكثر وأكثر وأكثر ومع دقات قلبه التي وثبت إلى ذروتها بدأ يشعر بأنفاس على عنقه ليست أنفاسا حارة كأنفاس البشر بل أنفاس باردة باردة كثلج وهنا صرخ بكل رعب الدنيا وانهار تماما راح جسده يتشنج بشدة خاصة عندما لمست تلك الشرائح الكتانية القديمة ذات الرائحة الجافة وجهه وبكل رعبه صرخ يا رب تلعت حقيقة لعلة الفرحنة تلعت حقيقة وامتدت يد محاطة بشرائة الكتان الجافة القديمة نحوه ولامست وجهه كله فانسحبت أنفاسه واتسعت عينه عن آخرهما وشعر بروحه تخرج من جسده وفجأة قضيئت الأضواء وارتفع حاجز من الحجر كان يخفي فتحة دخول وخروج المقبرة وقف زنادر داخل حجرة الدفن وهو يهتف في مرح مفاجأة أنت ضيف برنامج حازم حازم الشهير لم تكن الدهشة من نصيب حامد بل كانت من نصيب نادر نفسه عندما استقبله حامد بابتسامة هادئة باردة وهو يقول على فكرة كنت عارف من الأول تراجع نادر في دهشة وظهر من خلفه حازم مقدم البرنامج الشهير وهو يقول في دهشة حقيقية بس أنت كان بايد عليك أنك خايف قوي يعني عكس من أنت معي دلوقتي ابتسم حامد وشد قامته مجيبا بنفس الهدوء شكلك نسيته أن نجم سينما من الطراز الأول والنهاردة لعبت واحد من أعظم أدواري مد حازم يده يصافحه وهو يقول ألف موروكة وسيس حامد أنت أحسن واحد استضفته معايا في برنامج المقرب الرمضانية السنة بدت له يد حامد باردة أكثر من اللازم ورأى باريقا قاصا يطل من عينيه فسحب يده في سرعة مكملا حلقتك هتعجب الجمهور جدا غادر حامد تلك المقبرة مع نادر الذي بدى شديد الحماس وهو يقود سيارته رباعية الدفع قائلا يا أخي كنت فكرك هتتدايق مني ابتسم حامد ابتسامة باهتة وهو يسأله من اللي اختار فكرة مقبرة حقية؟ ضحك نادر وهو يجي بصراحة كانت فكرة أنا استرخى حامد في مقعده وهو يقول عظيم راح نادر يتحدث ويروي كيف جالت الفكرة بخطره وكيف اختار مقبرة حديثة الكشف؟ ولم يتجاوب معه حامد بل حتى لم يسمعه ففي استرخائه كانت هناك أمور أخرى تدور في عقله أو في عقل من احتل عقله وكيانه كان يشعر أخيرا بالحرية بعد خمسة آلاف عام قضاها في ذلك التابوت النحاسي المختوم بلعنة تبقيه حيا في جسد شبه ميت اليوم فقط أتى من حقق كل الشروط الواجبة لزوال اللعنة الظلام الدامس الصراخ الرعب والبكاء وهكذا انفكت اللعنة وتحررت طاقته واستبدل كيانه غير المادي بكيان حامد الذي من حسن حظه يتمتع بشهرة واحترام بالغين في المجتمع عندما يفحصون تلك المقبرة ويتساءلون عن سر التابوت النحاسي لن يتصور أحدهم أنه في تلك الممياء الميتة داخلها كيان يصرخ بكل الرعب وهو لا يدري متى يمكن أن يتحرر كيان أرضي كان يوما ما اسمه حامد عزت النجم الشهير جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر